السلام عليكم متتبعين الكرام اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب تتكوم كل ما عليك هو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد ان شاء الله هذه ابرز العناوين بسبب قلة المياه اسرائيل تزيد من متاعب المغرب في تفاصيل ازمة المياه في المملكة المغربية اخذت في الاتساع مع تغيير المناخ وتأخر تساقطات المطارية في الكثير من الحالات وادى الانخفاض منسوبية الى تقريب الخطر من منازل المواطنين وضع صعب وحارج للبلاد وهذا المستجد تحدثت عنه الحكومة وقد ناقشوا الخطر بشأن المستقبل المياه وتأثيرها على السلم الاجتماعي وفي غضون ذلك وفي تعاون الاقتصاد بين المغرب واسرائيل فان الاخيرة قامت بالاستثمار في الاراضي المغربية بالزراعة الافوكادو وتعرف الافوكادو باسم الذهب الاخضر لانها تنمو بشكل جيد في المغرب ويقبل المزارعون على انتاجها نظر لارتفاع الطلب العالم عليها والارباح الهامشية التي تحققها وهذا الاستثمار يتطلب الكثير من المياه نظرا لنمو الانتاج مما سيؤثر بشكله او باخر على الفرشة المائية وفرضت السلطات العديد من الاجراءات للحد من استهلاك المياه تقرار منع ساقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب او المياه السطحية او المياه الجوفية كما منعت استعمال ذات الموارد المائية لغسل الطرقات والمساحات العمومية ودعت الوزارة الداخلية المسؤولين المعنيين الى منع استخراج المياه بطريقة غير قانونية من خلال الابار ومختلف المصادر الاخرى مع العمل على تزويد ساكن القروية المتضررة من نقص المياه بالماء الصالح للشرب عبر شاحنات سهريجية شكرا على حسن المشاهدة ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس ليصلك كل جديد ان شاء الله شكرا على حسن المشاهدة